اكدت مصادر ميدانية في الدريهمي ان جماعة الحوثي خسيرت ابرز قياداتها الميدانية خلال الساعات القليلات الماضية وكشف وضح الدبيش عن مصرع القيادي الحوثي المدعو طاه المداني ابن عم المعين من قبل الحوثيين قائد منطقتهم العسكرية الرابعة يوسف المداني وقال الدبيش ان قيادات ميليشيات الحوثي اجبرت بعد فشلهم في انتشال جثة المدعو طاه ومقتل عدد خمسة ممن حاول انتشال الجثة على الزج بفرقة خاصة من عناصر ميليشيات الحوثي لاخراج الجثة تحت تغطية المدفعية واضاف ان قناصة القوات المشتركات تمكنت من قتل اربعة وجرح عدد اخر من عناصر الميليشيات